يا مثال خيرات مثال حرية مثال اخبار السارة المبشرة التي تأتينا الان من بئر ريان هذا الطفل اللي شغلنا وشغل العالم كله خمس ايام يعلم الله عز وجل الواحد يقوم وينام ويسأل هل اخرجوا ريان يعلم الله عز وجل الديل يعني كانت الانفس جميعا والعاطفة العربية تغلبت على كل شعوبنا حيث يجب ان ندرس يا جماعة موضوع ريان تاني موضوع ريان اللي احيى فينا الانسان احيى الانسان العربي بصفة خاصة نعم ريان المغرب هو الذي وضعنا جميعا امام مسئوليتنا لاطفالنا وصغرنا في المنطقة العربية وقفة هناك من اطفال سوريا تطالب بالسلام لريان اطفال غزة يطالبون بالسلام ايضا لريان اطفال الاراق اطفال اليمن حيث ريان جمع الجميع والان يعني حيث وانا اتحدث اليكم على اليوم باشرة بدأ اخراج ابويه امه الحمد لله ربنا اقر عينها وقلبها هذه الصور تأتيكم مباشرة من امام البير استعدانا لاخراج ريان في هذه اللحظات الفريق الطب يطمنى عليه اولا منذ ثلاثة ساعات ثم دخلت ايضا امه وابيه انا الحقيقة مش عارف اللحظة دي مش عارها ازاي وامه اللي بقالها خمس سيام ذهب فؤادها وقلبها وسمعها وبصرها كانت السيدة التي تستطيعها لا تأكل ولا تشرب ولا ادرة اعدى وقفة يعني قدام البئر قدام الفتحة ومعه طبعا كل اهالي البلدة وهذه الصور حضراتكم الان تأتينا مباشرة الان بيتجهزوا الفريق الطبي لاخراج ريان وفيه طبعا تائرة هولوكيبتر تنتظروا مع فريق طبي ايضا لنقلوا مباشرة الى العاصمة الرباط من اجل كافة التجهيزات تجربة كبيرة وتجربة مريرة موجعة اكيد اليام الجاية من امعرفش ازاي ريان هذا الطفل الصغير ابن خمس سنوات يستطيع ان هو يتحمل خمس سيان في الظلمة في الجوع في البرد طبعا واحد احيانا عقله بيذهب حقيقة هو يرى في ريان نرى في اطفالنا ونرى في صغرنا نرى في كلنا اولادنا عشان كده لاول مرة حقيقة اشوف هذا التضامن العربي والعاطفة العربية القوية التي تجمعت في وحدة عربية حقيقة كانت رائعة تريند ريان بالمناسبة بقاله خمس سيان هو تريند الاول في المنطقة العربية في مصر والمنطقة العربية صورة ريان الجميلة المبهجة يعني انا والله اعلم الله مش قادر يعني احبس قدر ساعدتي بان هو خرج على قيد الحياة البسمة الجميلة عادت مرة اخرى عاد ريان طبعا هذه الصورة المؤثرة الموجعة اللي طبعا نصورها فريق الانقاذ بعد ادخال كاميرا خاصة الى البئر ويتعالى نفس ريان بهذا الشكل هي اطمنا على انه لا يزال على قيد الحياة الفريق الطبي بدأ يتعامل بقول لحضراتكم الجميل هو هذا التضامن العربي الجميل ان الشعوبة العربية كل واحد حس ان ريان ده ابنه وده افضل ما صنعته ثورات ربي العربي من 11 سنة حسينا ان مصر هي تونس وتونس هي المغرب والمغرب هي الجزائر والجزائر هي العراق والعراق هي سوريا وسوريا هي الكويت والكويت هي البحرين والبحرين هي مسقط ومسقط وسلطانة عمان هي الامارات والامارات هي هي الرياض وهي السعودية شعرنا طبعا انا مش عايز واعدت كل بلادنا العربي اما طبعا كل الحرص شعرنا ان احنا كلنا في السودان في موريتانيا في مالي شعور عربي اسلامي شعور انساني بالمناسبة الامانة الكبيرة اه انك شعوب عربية لان ده طفل عربي كنا كلنا يعني حارسين على المتابعة بقى اكرر مرة اخرى حضراتكم الصور اللي الان موجودة على شمال الشاشة الان دي صورة لي حية الان من امام يعني الفتحة اللي عملوها لاخراج الطفل ريان خلاص الحمد لله اطمأن عليه الفريق الطبي اطمأن عليه ابيه وامه وبدأ الان الاستعداد طبعا انتوا عارفين ان هو طبعا اكيد الوقع دي من 30 متر اكيد حصل ردود في الجسم في العظام استعداد خاصة لنقله الاطباء بتعاملوا معاه بقى لهم حوالي 3 ساعات برضو مسافة طويلة 5 ايام اكيد فيه عمليات انقاذ واسعافات اولية سريعة داخل البئر نفسه ويمكن ربما واحنا الان ما حضرتكم اكيد حنشوف اللقطة الى العالم كله منتظرها والمنطقة العربية تنتظر هذه اللقطة لقطة خروج ريان الى الحياة خروجه مرة اخرى من هذا البئر والجب العميق مرة اخرى حتى يراهي العالم كله وربنا يا رب يكتب سلامته هنيئا لابيه هنيئا لامه حقيقة زي ما قلت لحضراتكم اي نعم ريان كان في جب في المغرب انما كل العواصم العربية كل الشعوب العربية كل حقيقة يعني الجماهير العربية كانت كلها مع ريان كان ريان هو الترند الاول والهشاج الاول على مواقع التواصل الاجتماعي كانت دائما الفيديوهات المشاهدات كلها عن الطفل ريان طبعا الصورة الجميلة الرائعة دي لابد ان انا هي اتوجه بيئة الشكر العميق الى المملكة المغربية